تواصل مصر بذل جهودها في سبيل انفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هذا وقد عبرت أربعون سيارة محملة بالشحنات الإغاثية من مصر إلى كرم أبو سالم ضمن المساعدات اليومية التي تعبر إلى الأشقاء في قطاع غزة المزيد يستعرضه لنا الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري تحية إليكم من أمام معبر رفح الحدود بين مصر وقطاع غزة لازلنا نرصد حركة شحنات المساعدات الإغاثية التي تمر من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم هذه المساعدات التي تزيد وطيرتها وتقل بشكل متذبذب خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ حيث بدأت هذا الأسبوع الذي يبتدئ أيامه يوم الأحد بسبع عشرة شاحنة مرة منها شاحنتان فقط ثم كان بالأمس عبارة عن أربعين شاحنة وعاد منها العديد أيضا واليوم ينتصف الأسبوع تقريبا لدينا اليوم رصدنا اليوم ثلاثين شاحنة عبرت بالمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وعاد منها ثلاث شاحنات بعد أن أفرغت حمولتها بالفعل فيما لا يزال حتى ساعتنا هذه بقيت الشاحنات هناك في معبر كرم أبو سالم بانتظار عودتها مرة أخرى لنتبين ما إذا كانت قد أفرغت حمولتها بالفعل أم لا وبالنسبة لشاحنات الوقود فقد عبرت أربع شاحنات محملة بالغازة وأفرغت حمولتها وعلى كل حال فإن شاحنات الوقود بصفة شبه دائمة لا يتم رفضها وإنما تفرغ حمولتها ويتم تمريرها إلى الجانب الفلسطيني هذه هي أبرز الأحداث بخصوص شاحنات الإغاثية حتى لحظتنا هذه من أمام معبر رفح البري تلفزيون المصري بسم أبو العينين